بلغت النسبة العامة للنجاح في امتحان الشهدة الجامعية المتوسطة الشامل في دورته الربيعية الاستثنائية لهذا العام 61% تقريبا أعلن ذلك رئيس اللجنة العليا للامتحان رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله الزعبي خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز الجامعة بالسلط اليوم وبيّن الزعبي أن نسبة النجاح وفقا لصفة الاشتراك تجاوزت 70% للمنتظمين و44% للمعيدين وما يزيد عن 83% لفئة الطلبة الناجحين الراغبين برفع معدلاتهم عدد الطلبة التي كانوا مسجدين للاشتراك في هذه الدورة 3000 طالب فعليا تقدم منهم للامتحان حوالي 2835 طالب وطالبة من 45 كلية وطنية مختلفة في حوالي 104 تخصص وقد عقدت الامتحانات في 8 مراكز امتحان وطني موزعة على المملكة من الشماد إلى الجنوب فمنقول أن نسبة النجاح للطلبة المتقدمين للامتحان كانت 60.71% وهي نسبة جيدة إذا ما قرنت في السنوات السابقة إلا أنها تقل عن نتائج الدورة الشتوية التي أعلنها قبل 3 أو 4 شهور بـ 2% وهذا يعود إلى أن أعداد الطلبة المعيدين للامتحان لهذه الدورة كانت نسبة عدد كبير منهم واللي هم أخفقوا في الامتحانات السابقة